السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في خناتكم الجميلة أو معتز الإلكترونيات على اليوتيوب بالنسبة للتفرج عليه الأول مرة ما ينساش اللايك والشريك في الخناة وأهم حاجة فعل الجرس على الكل عشان يوصلكم إنه كل جديد كل ما يخص الإلكترونيات من شلحات وأعطال وكل ما يخص الترددات الفضائية على جماعة الأخمار وكل ما يخص الأحداث الرياضية والقنوات المعقلة له بصنا بلا يتابعني هستفاد من الحلقات اللي أنا بقدمه لكم أول بأول تعالوا بنا نشوف الحلقة النهاردة بتتكلم عنها ترده جديد وحاصر ظهر على النايل سات لقناة الشام ايف ايم واحدة من أجمل وأروع القنوات اللي بتقدم فن وأخبار وبرامج متنوعة وقناة روعة جدا وإضافة جميلة مميزة جدا لقناة النايل سات لو القائمة اللي عندها خلاف اللي أنا بشرح حلقة بسهولة جدا هتدخل على الشرحات الموجودة داخل قناتي وهتلاقي فيها طرية إضافة القنوات أو الترددات على جميع الأجهزة وجميع الرسفرات وجميع شاشات العرض اللي بتحتاجه على الرسفر داخلي أما بالنسبة لكتر من 10% من الأجهزة الموجودة هنضغط من الرموت على الزرار المينيو ونقف على قائمة وفاقة كلمة تركيب بقف على قائمة التركيب بضغط عليها بزرار أوكي هزال لقائمة تانية وفاقة قائمة الترددات بنزل عليها وضغط أوكي وبالنسبة للقائمة الإنجليش هضغط من الرموت على زرار المينيو ووقف على كلمة انسلاشن وضغط أوكي هيزهر معاي قائمة تانية وفاقة كلمة تركيب بضغط عليها وضغط أوكي ومجرد ما بضغط على قائمة الترددات بزرار أوكي هلاحظ انه ظهر معاي قائمة الترددات اللي قدام حضرتكو كل اللي هعمله هضغط من الرموت على الظرار الأحمر ووقت بالتردد بتاعي وبعدين هضغط أوكي واتأكد ان الأشارة موجودة على التردد وكل اللي هعمل له بعد كده هضغط من الرموت على الظرار الأزرق واضغط أوكي عشان يظهر لقائمة جميلة مكتوبة كلمة سكان او البحث في أعلى القائمة ومجرد ما بضغط على القائمة دي بزرار أوكي الجهازة يبحث على التردد بتاعي ويظهر لرسالة هل ترد الحفز اذا بتأكد ان انا وقف على كلمة اس او نعم وضغط او كمن الرموت وبالتالي الجهاز هيحفظ التردد ويزهر لي القناة الجديدة اللي انا بملها لحضراتكم في كل فيديو او في كل شرح القناة اللي معنا في حلقة النهاردة قناة الشام اف ام زارت على النالسات بتاريخ شهر 7 او بتاريخ شهر يوليو العامة الشي 22 قناة الشام اف ام موجودة على تردد 1137 معدل الترميل 27500 والقطبية في او فيرتكال اوراسي التردد دي شرط عاليه وسهل جدا استقباله باطباك تبدأ من 60 او 70 سنطي ولكن بيحتاج ان يكون عند حضرتك رسيفر بيتعامل بنظام الهدش دي او شاشة عرض بتحتها الى رسيفر داخلي بيتعامل بنظام الهدش دي علشان تقدر تستقبل القناة على جهازك الشام اف ام واحدة من اجمل واروع القناة اللي زارت على النالسات وبانصع الكل ينزل على جهازه وبهديها لكل مشاركين وامتابعين خنات اللي بيتابعوا معي الترددات الجديدة والحصرية اول باول ولو عجبك الفيديو وحبه بتتابع معي كل الترددات الجديدة والحصرية اضغط لايك واشترك في الخناة واهم حاجة تفعل الجرس عشان وصل لك كل جديد بكده حلقة النهاردة خلصت واشوفكم على خير في حلقة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة